حسم نادي يوفونتوس مصير المدرب أليغري وذلك بعد الخسارة التي تلقاها الفريق سفر لواحد أمام موزا في الجولة السابعة من الدور الإيطالي وقال الرئيس التنفيذي ليوفونتوس سيكون من الجنون تماما إقالة أليغري الآن أليغري لديه مشروع هنا في يوفونتوس سيتم تطويره في السنوات الأربعة القادمة وأضاف لدينا مشروع طويل الأجل هنا أنا أشارك في هذا المشروع كمدير تنفيذي وخد يوفونتوس هذا الموسم تسع مباريات في جميع المسابقات واحقق انتسارين فقط وتعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث مباريات يذكر أن الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح يوفونتوس طرد في الدقيقة الأربعون بعدما ضرب بالمرفق مدافع موزا ليزيد متاعب فريقه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة